وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فحياكم الله إخواني واخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا أن يوفقني وأن يسددني في القول والجواب الجواب تفضلي علي السلام عليكم عليكم السلام الشيخ كيف حالك حياك الله علي الشيخ عندي ثلاثة سؤال يلا سؤال الأول هل الملائكة هفضل من بني آدم طيب سؤال الثاني بالنسبة للتقربة هل يعني تدخل من الأحكام في الشرع أم إذا لم يوقع الدليل من كتاب السنة نأخذ بالتقربة نبحث عن التقربة مثل إيش يعني مثل الأحكام يعني شرعية نسمع يعني بعض المشايخ هذا مجرب من التقربة كده الحكم يعني إن شاء الله سؤال الثالث ما صحة خول تعالوا نغتاب في الله ساعة هل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديد تعالوا نغتاب في الله ساعة نغتاب في الله ساعة طيب طيب أشكور بارك الله أحيك لعلي علي من السعودية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا عزيز مرحب أخي علي والله أنا أحب كل شيء أحبك الله يا أخي أحبك الله عندي أدى تأثير إلى تسمح لي تفضل السؤال الأول هل الظنوب اللي تاب عنها الإنسان تضع يوم القيامة في ميزان سيئاته أم يعني أنها تمحة إنهائيا يعني طيب السؤال الثاني صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها يعني هل هذا حديث صحيح أم لا يعني هذا اللقظة ما وردت ورد الإسلام يعدمها قبلها فقط شاء الله السؤال الثالث أنا يعني يجوز أن نستشهد بآياته القرآن يعني خاصة بالكفار نستشهد على يعني أن يتصف أي واحد صفة لهذه الصفة يعني مثلا أن الظلم أو أن أي شيء يعني أن نستشهد بآياته القرآن أنه قعل أواقعنا اليوم يعني وينزلك فيه خصوصا إذا كانوا مثلا كفار يعني هل يجوز أن آيات الكفار اللي يعني نزلت في القرآن الكريم نعم أن تشمر جميع الكفار إلى قيام الساعة منها خاصة لناس معينية يعني كفار طريق أو كده واضح يا علي السؤال الأخير لو سمحت لي كيف؟ أيوا أنت بيّنت لي المسألة أنا حكم تارك السفراء وكذا ما بيّنت لي أقوال العلمة بس ما قلت لي رايك فيه يعني هل يكفر أو لا يكفر أنت ما أي يقول أي طيب أنا شرحتها وبيّنتها يا أخي علي بس لك ما قلت لي أنت رايك صيعة قلت لي أقوال العلمة بس طيب أبشري علي اكرر الله يأخذك حياك الله تفضلي أمت الله أمت الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية الله يجيك الخير أهلا وسهلا لو سمحت عندي استشارة ممكن يعني تفضلي ابني متزوج من سبع سنوات ويواجه بحياته أمور عكسية وصعوبات وعراقيل دائمة رافقه بحياته العملية والشخصية ولا يوجد مشاكل يعني بينه وبين زوجته الحمد لله ملتزمون ويخافون الله ومنحجاج بيت الله ودائما القرآن الكريم وثورة البقرة في البيت خاصة ومن المحزن مؤسف إن إلى الآن لم يرزقه الله أطفال سبحان الله والطباء قالوا أمورهم سليمة لا تمنعهم من الإنجاب ادعوا لهم دائما فقط هكذا يقولون هل قد يكون أحدا ما كتب لابني وزوجته كتابة أو سحر أو حسد وما سابه ذلك تمنعه من الخلفة ومن استمرار حياتهم الطبيعية بخير بدون عراقيل ومنقصات إن شاء الله أختي أبشري أختي الفعل تسمعين أهلا وسهلا ومرحبا فضل أم خليل أم خليل أم مرحب الشيخ سلام عليك عليكم السلام ورحمة الله في كل حال طيب مرحبا أختي الشيخ عندي ذات سؤالات أهلا السؤال الأول اليوم أنت قلتها فاطمة من دبي إن الأموات يتلاغوا له أنت قلت رديت عليها لكن الآية التي تمر عليها يفر المرة من أخي وأبوه يعني هذه الآية فصلني يعني كيف يعني أول من أول الحشر إن شاء الله يعني بعد الحشر يتلاغوا إن شاء الله إن شاء الله والسؤال الثاني الصومة الحين يعني الفجر يأذن خمسة ونص يعني عادي إن كان يكربنا ماء أو شيء قبل الأذان إن شاء الله يا مخليل والسؤال الثالث العزيمة اللي يعزمونا في العراس موسيقى في وشوه هذا يعني هال مامور هم يقول يعني أنت قدري اللي هو يعني عزمش قدري قدري يعني يعني عطي يعني هذا صيري حضري يعني هم شيء موسيقى وشي كي نحن نقول يعني أنا أقول شيء موسيقى أو شيء قول له أنت صيري وأدي الواجب يعني أدي الواجب أدي الواجب أبي شريم خليل تسمعين الجواب إن شاء الله إي الله أهلا وسهلا ومرحبا فضل لي راشد السلام عليكم وليكم السلام مرساك الله بخير شيخي السلام عليكم السلام عليكم يلا سؤال الأول أيهم أفضل للنساء في البيوت صلاة أول الوقت أو صلاة في أي وقت ما دام الوقت الصرع لم ينتهي سؤال السؤال الثاني ما هي حقوق الصحبة يعني حق الصاحب وهل يؤثم المرء إذا ترك هذه الحقوق أو قصر فيها إن شاء الله سؤال الأخير وغير تعرف ضابط الاستعاذة عند القرآن أنا قرأ قرآن جاءتني مكالمة أحد كلمني سألني سؤال يعني إذا كان الفاصل مثلا قصير أو طويل نعم ما أنت نستعيذي طيح إذا ضابط الاستعاذة عند قراءة القرآن إذا؟ إذا كانت قاطعني مثلا بالقرآن إذا كانت قاطعة مثلا قصيرة ولم قاطعة طويلة مثلا نعم إن شاء الله أبشر إذاك الله خير فضل أبو خالد أبو خالد أم محمد نعم فضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله ندو سألين يا شيخ تفضل أختي الله ينفردك إن شاء الله فيه كان قدام عندنا بيت كده شعبي وحوش وفيه الثيران عندنا كثير كان مآديانة يا شيخ في البيت مآديانة على أكلنا في الغاز في الفرن يعني فيما طبيت حفلها ماجودة وأنا ما أسخى أضربها ضرب أرسلت لها في سم قالوا الناس سوي لها سم نعم فرسلت لها في السم والسم هذا يبديها يعني يخليها يومين يعني تكون مريضة تتعدد بعد اليومين هذا تتوفى فأسأل أيش عليك هذا إن شاء الله السؤال الثاني أسألك بأدعي أنا بأدعي أقول اللهم ادخلني مدخل سلطا واخرجي مخرج سلطا واجعل لي من لدنك سلطان النصير هذا الدعوة أحسمها بهزة في القلب هزة يعني شفقه إيش معناها هذا تحسين إيش؟ هذا الدعوة إيش معناها أدخلني مدخل صدقا واخرجني مخرج صدقا طيب طيب أنا ما أدعي وأنا ما نعرف ما إيش معناها طيب يا محمد تسمعين الجبار أبشري إن شاء الله أبشري والسؤال الثاني حاجة بسيطة بس مش طويب يلا تخفون الله لهم ما عليش يا شيخ ضيعت والله يلا خير إن شاء الله مع السلام أتفضل يا مونة السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ لو سمحت عندي ثلاث أسئلة لو تكرمت أتفضل أختي يا شيخ السؤال الأول لو سمحت هل يجوز أقول لا حول ولا قوة ألا بالله مئة مرة بنية قضاء حيث معينة ولا هذا حرام إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ زوجي يا شيخ كفال يتيم لكنه ليس مشلم هذا اليتيم هل هذا جائز يا شيخ؟ إن شاء الله وهل زوجي يؤجر يا شيخ إذا قام باستمراره لكفالة هذا اليتيم في هذا البلد؟ طيب إن شاء الله سؤال الثالث السؤال الثالث يا شيخ في عندنا هون ناس كثير يا شيخ يأخذون الدين من زوجي يا شيخ وما أحد يرد فأنا البرح يا شيخ تزعلت معاه قليلا وقال له ما أحد يرد الفلوس منك يعني هو زوجي إنسان طيب جدا ولا خاف يا شيخ يستغله يأخذ الفلوس وما يرجع الفلوس هل يا شيخ أنا أؤثم إذا أحاول أن أقطع هذا الطريق عنهم يا شيخ؟ هل يا شيخ يأخذ الفلوس وما يردوها يا شيخ؟ يعني يقترضون من زوجك؟ يقترضون يا شيخ وما أحد يرد من الثانوات يا شيخ مش يومين وثلاثة من الثانوات وما أحد يرد يقوله بجوز الناس معصرة معصرة طيب يا شيخ اللي بأخذ الفلوس بهذا البلد هني يشتغلوا يا شيخ ما يردوها فأنا برحل زعجته تضيقت جدا ونقرنا يا شيخ شوي كان في زعل قلت له ما يشير هيك يعني أنتوا اطلبهم منهم أيه أنا ما اشتح أطلب من أحد طيب يا شيخ إن شاء الله إذا أنا أقطع هذا الطريق لن يا شيخ هم موظفين ويعملون لكن يا شيخ يأخذ الفلوس وما يردوها لزوجي تسمعين الجواب أبشري أبشري مرحبا من؟ خالد سيد سلام عليكم شيخ أجيز عليكم السلام محمد الله مرحبا يلا على السريع يا خالد نعم على السريع إن شاء الله نعم هل الزيادة في سنة الرواتب جاهز وما هو الأفضل صلاتها في المنزل أو في المسجد يعني مثلا الظهر يصلي ركعتين وبعد الأذان وركعة يزيد ركعة والعيشة كذلك لبس الشيء إن شاء الله بطلاك الإحرام التطيب إذا طيب الإحرام قبل أن يرتديه هل هو جائز أم لا يجب إذا تطيب؟ إذا طيب إحرامه قبل أن يرتديه هل هو جائز؟ لأن مبطلات الإحرام أن يتطيب وهو محرم إن شاء الله السؤال اللي بعدها ما صحت حديث من قراءة الكرسي دبر كل الصلاة بين الله والعبيتة في الجنة وما هو المقصود في دبر كل الصلاة هل هو قبل الأذان أو بين الأذان والإقامة؟ إن شاء الله اللي بعده شيخ هل يجوز تخصيص مبلغ صدقة مجموعة أموات وتوفين يعني يذهب إلى جمعية ويطلع المبلغ ويقول لأن فلان 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 في نية إن شاء الله السؤال اللي بعده صلاة الظهر صلي قبل سنة الرواتب اللي ركعتين والركع البعدها وفي الجمعة الأذان يكون الساعة الحادي عشر هل نهاية صلاة الضحى ويوم الجمعة تكون الساعة الحادي عشر وهل يستطيع أن يصلي بعد الأهدى عشر بالنية أن هذا الظهر السنة الرواتب لأن الإمام يدخل الساعة الثاني عشر ولا يلحق أن يصلي السنة الإمام متى يدخل؟ يدخل الساعة الثاني عشر لصلاة الخطة الجمعة نعم ثانية عشر صحيح يدخل الساعة الظهر فلا يجوز أن يتسمل والإمام حيخطب يعني أو يصلي الجمعة ليس بظهر يا أخي خالد لا طال عمرك أنا أقصد سنة الرواتب إيه؟ إذا صلاة الأذية بعد ثلاث الظهر ركعتين أربع ركعتين أو ركعتين وركعتين طيب طيب أفصل لك يا خالد لكن أقصد يعني أنه وقت الصلاة الظهاء الثاني عشر نعم أبشر 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 باقي لك سؤال باقي لي سؤال سؤال الأخير اللي هو هو طيب عمر الله سؤال الأخير ما نخليك إلا تجيب السؤال السادس أبشر هذا موجود قل لا إله إلا الله لا إلا الله حق صلاة الوتر إذا فاتته القيام صلاة الوتر نعم وقام الضحى يصلي الضحى ويأتي بالركعة على سنة الوتر وضحى سواء يعني يتكبر عن هذه وهذه يعني قصدك يكتفي بصلاة الضحى عن قيام الليل اللي فاته أو قضاء قيام الليل عن الضحى هذا قصدك بالضبط هل يتجبع الثلاثين عن أن نصلى الضحى وصلى الوتر إن شاء الله يا أخوي خالد أولا يصلي الضحى أولا وبعدين يصلي الوتر أبشر يا خالد أبشر مرحبا مرحبا أمت الله السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام أمت الله يا شيخ كان هنا واحد من العائلة عندها مشكلة في الزاكت يقول عندها كانت عندها الزاكت كانت عندها فلوس في بلغة النصاب في شهر رمضان أي من بعد رمضان صرف منها نقص هود النصاب هود ثم في شهر صافر أولا بلغة النصاب يسأل من هو ولم يدر عليه الحول يسأل من كم شهر يجب أن يسكي من رمضان أن نسافر يعني هو الآن بالنسبة للمال الذي عنده بلغة النصاب في رمضان نعم وطلع الزاكت لا ما طلعش الزاكت ما دارش عليه الحول ما دار عليه الحول طيب من بعد رمضان صرف منه صرف منه نقص عن النصاب نعم وفي شهر صفر ولا عنده النصاب وصل النصاب بلما يدر الحول إن شاء الله سؤال الثاني إن شاء الله إن شاء الله سؤال الثاني يا شيخة أنا عندي دواء دواء يطلوه في الأدفار هو دواء ماشي للزينة دواء أيوة الطبيبة قالت لي تنجمي تتوضي فوقه هي بالك هي سألت عليه بالليل ما يفوت ولا مش عارف أنا مش عارف بس أخذر ما كني شاكة هل أنذر على الطبيبة ولا لا أعيدي أعيدي السؤال عندك دواء حق أطفال تعال أدفار الأدفار الأدفار دواء للأدفار نعم شبه للماذا يذوقوا يتعزين الأدفار أيوة وطبيبة قالت لي تنجمي تدري هاد الدواء وتتوضي يعني ما شيء كمالآخر ما يدفوش منها هالليل ما قالت لي يفوت منها هالليل ما يلا والسؤال الثالث يا شيخ قولي السبحة لنا بدأتعوه وللا السبحة كيف السبحة السبحة نعم أشاء الله إن شاء الله شكرا يا شيخ عفوا اكتفينا تفضل يا سارة السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيزاك الله خيرا يا شيخ تفضل أختي أختي الشيخي عندي ثلاث أسئلة سؤال الأول كنت تأثق عن صلاة الفجر كنت أصليها وبعض الأحيان أصليها قبل وقتها مع الأذان يؤذن فأخبرتني أن صلاة الفجر تكون من قيام الليل هل أقضي يا شيخ الصلوات الذي دخل علي الأذان كيف يا سارة يا شيخ كنت أصررت الفجر لا لا دقيقة دقيقة قلت أني أنا قلت لك بأن صلاة الفجر من قيام الليل تقصدين السن الراتب قصدك لا يا شيخ أنا كنت أصلي الفجر قبل أسمع الأذان ثم لما أنا أصلي أسمع الأذان وأنا أصلي أيوة فهمتني يا شيخ الفجر أنت قلتني أن النية كانت من قبل الأذان ليس من بعد الأذان يعني صلاة الفجر الفريضة نعم نعم طيب وبعدين الآن إيش سؤالك يعني توى يا شيخ الصلاة اللي كنت أنا خلطة فيها الأيام اللي فاتت ويه كيف نقضيها توى إن شاء الله لا ما فهمتني يا شيخ أي نعم سؤال الثاني السؤال الثاني يا سارة تفضلي 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 وين راحت آه إزيلا تفضلي أمت الله أمت الله من ألمانيا تفضلي عليكم السلام ورحمة الله يا شيخ أنا توضعت ساعتين قبل الفجر نعم ونويت وبقيت حتى الباقة حتى البارحة نعم حتى اليوم الثاني نعم ونويت أن أغسل رجلي آه توضعت وغسلت رجلي نعم ونويت البارحة أن أتوضع لما أن توضع عند الضحى أن أغسل رجلي وأن نسيت مسحت عنهم فقط نعم ما تذكت حتى صليت الضحى حتى دخلت في سنن رواطيب قبل الظهر هل أعيد هذه الصلاة؟ يعني أختي الفاضلة أنت الآن توضأتي لصلاة قبل الفجر بساعتين ثم لبست الجوربين نعم ثم بعد ذلك إلى اليوم الثاني ثم أردت الوضع فمسحت عليهم ولم تغسليهم لا ما خلت نزعتهم ها نزعتيهم وانتقل دائما أنسح على رجلين بلا شيء يا أختي الفاضلة أنت الآن سؤالك عفوا سؤالك المقصد في المسح على الجوربين هذا هو؟ لا مش على المجوربين على الرجلين هكذا تمسحين على القدمين أو تغسلينهما؟ غسلتهم طيب كيف تمسحين على القدمين وهم مكشوفتين؟ كيف تمسحين عليهم؟ ما يجوز هذا؟ لا ما يجوز من وين جبتي هذا الكلام؟ ها؟ أنت تمسحين مسح على القدمين و مكشوفتين ها بدل الغسل؟ نعم من متى هذه يا أختي الفاضلة؟ من متى تفعيلين هذا الشيء؟ أنه فهمت في قرآن كريم المسح على القدمين نعم على قدمين طيب من متى وأنت تفعيلين هذا؟ من متى؟ من من بدأت هذه شيء قديم قديم غفر الله لنا و لك ما طيب سأوضح لك هذه أختي الفاضلة سأوضح لك الله عندك سؤال آخر؟ شكرا برك الله فيك نعم أنا كنت أستغفرون بعد الصلاة حتى بعد الصلاة الفريضة والسنن والنوافة كنت أستغفرون ثلاثة مرات بعد الصلاة ويه؟ هذا هذا يجوز؟ إن شاء الله يا أختي الفاضلة حتى بعد السنن؟ إن شاء الله إن شاء الله شكرا أنا لا أعرف أن أتكلم العربية جيدا أهلا الله يحفظ إن شاء الله إن شاء الله لا خلصنا ما أدنى الوقت الأسئلة كثيرة سامحون أي الأخوة اللي ينتظرون ينتظرون الوقت أدركني غدا يوم الجمعة ما عندي مباشرة عندي حلقة تبع الواتساب كما لا يخفى عليكم طيب أرجع إلى الأسئلة الأخي علي بارك الله فيه يسأل عن الملائكة هل هم أفضل من بني آدم علي بارك الله فيك هذه المسألة بحثها العلماء من حيث التفاضل فمن أهل العلم ذهب إلى أن الملائكة أفضل من جنس بني آدم لأنهم عباد مكرمون لا يسبقون ربهم بالقول وهم بأمره يعملون و لم يرتكبوا خطيئة ولا ذنب و من أهل العلم ذهب إلى أن بني آدم أفضل من جنس الملائكة فجنس بني آدم من المؤمنين أفضل من جنس الملائكة قالوا لأن بني آدم كلفوا فالله جل وعلا جعل مناط تكليفهم العقل و لذلك أمرهم و نهاهم فالمؤمن منهم أفضل من الملائكة لأن الملائكة ليسوا مكلفين توسط فريق فقالوا يعني مسألة التفاضل هنا غير واردة قالوا فجنس الملائكة يختلف عن جنس البني آدم كما يختلف عن جنس الجن و لذلك ما يقال بأن جنس الملائكة أفضل أو جنس البشر أفضل يقول هذه غير واردة لكن التفاضل في البشر وارد أفضل البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه و سلم أفضل الملائكة جبريل عليه السلام بهذه الطريقة علي يسأل يقول بالنسبة للتجربة هل تدخل في الأحكام الشرعية يعني مسألة الأحكام أخوي علي بارك الله فيك يعني هذه المسألة و هذه القاعدة لأهل العلم كلام فيها لسيما في أصول الفقه و في مقاصد الشريعة فللتجربة للتجربة السلطان في بعض الأحكام التي يرجع فيها يعني مثلا قضية العرف و قضية العادة هم يعبرون عنها بالتجربة لكن لها ضوابط و لها قيود فليست هكذا مطلقة ما يجوز لأحد أن يقول والله يعني نستعمل التجربة في كل شيء في مسائل التحليل و التحريم و في مسائل الإيجاب و عدم الوجوب لا ما تستعمل إلا في طبعا التجربة تكون في غير النصوص النصوص القطعية و في غير النصوص الظنية و إنما هي تدخل في مسائل هي من قبيل يعني مثلا تقييد المطلق مثلا تقييد المباح مثلا قد يكون لها دخل في الشريعة و لذلك يعني بحث هذه المسألة بحثها دقيق و توجد رسائل أكاديمية في هذا الباب موجودة و هناك بعض الفضل الآن يبحث في هذه المسألة في مسألة التجربة و يعني أثرها في أحكام الشرع علي يسأل يقول ما صحة حديث تعالوا تعالوا بنا نغتاب في الله ساعة علي بارك الله فيك هذا الحديث ظاهر عليه البطلان و الكذب ذلك أن الغيبة حرمها الله جل وعلا و حرمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا و لا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه و اتقوا الله و صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الغيبة فقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته و إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته و لذلك الغيبة محرمة و هي كبيرة من كبائر الذنوب فالراجح من قول أهل العلم و لا يمكن و لا يتصور أن صاحب الشرع الذي حرم الغيبة يقول تعالوا بنا نغتاب ساعة و إنما الوارد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أحدهم كان يقول للآخر تعالوا بنا نؤمن ساعة و ليس نغتاب ساعة هذا وارد عن جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون تعالوا بنا نؤمن ساعة و في لف تعالوا بنا نجلس ساعة يعني في طاعة الله سبحانه و تعالى علي من السعودي يقول هل الذنوب التي تاب منها الإنسان تأتي في ميزان سيئاته يوم القيامة أخي علي بارك الله فيك أولا بالنسبة لمن ارتكب ذنبا في الدنيا ثم تاب منه تاب الله عليه إذا توفرت شروط التوبة و انتفت الموانع و لذلك هذا الذنب لا يحاسب عليه يوم القيامة و لا يجاز به ما دام أنه تاب توبة النصوحة إلى الله سبحانه و تعالى أما الإثيان بالذنوب فهذه مسألة محل بحث و كلام عند أهل العلم فمن أهل العلم من يذهب إلى أن الذنوب لا تأتي ما دام أنه قد تاب منها في الدنيا و لقي الله تائبا و من أهل العلم من ذهب إلى أن الذنوب يؤتى بها حتى يعرف المسلم قدر نعمة الله عز وجل عليه حينما هداه للتوبة النصوح فيعرف بذنب كذا و يعرف بذنب كذا و يعرف بخطيئة كذا حتى إذا أدرك الهلك قيل له أبشر فقد تاب الله عليه لما تاب محاها الله جل وعلا عنه و لذلك الذي يظهر و الله تعالى أعلم أن الذنوب يؤتى بها لكن لا يجاز عليها ما دام أنه قد تاب منها في الدنيا علي يسأل عن حديث التوبة تجب ما قبلها هل هذا يقول الحديث صحيح أخي علي بارك الله فيك صح أن النبي عليه الصلاة والسلام عاد عمر بن العاص رضي الله عنه فوجده يعني قد شحب لونه و يعني حصل عليه شيء فقال له سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله نتذكر ما كنا نفعله يعني من عداء النبي صلى الله عليه و آله وسلم و كيف أنهم وقفوا ضده الحمد لله الذي من عليه بالإسلام فكان يخاف يقول أن لا يغفر الله لي فقال النبي عليه الصلاة والسلام و قد بشره أن الإسلام يجب ما قبله و أن التوبة تجب ما قبلها و أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن التوبة و الإسلام هذه كلها تجب ما سبق من الذنوب و الآثام و الجب هو القطع القطع فمن كان عمل سيئة أو منكرا أو معصية أو كفرا أو شركا ثم تاب إلى الله منه فالإسلام يجب ما قبله و التوبة تجب ما قبلها علي من السعودي يسأل يقول هل يجوز يعني للإنسان أن يستشهد بنصوص وردت في القرآن بخصوص الكفار فينزلها على الكفار مثلا و هل يعني النصوص التي نزلت هي فقط في الكفار في عصر النبي عليه الصلاة والسلام أخي علي بارك الله فيك أولا يجب على المسلم أن يتعامل مع كتاب الله عز وجل تعاملا صحيحا بعيدا عن التفسير و التأويل القائم على عدم التقيّد بالقواعد الشرعية و الضوابط المرعية أقول هذا الكلام لماذا لأن من الفرق و الطوائف التي انحرفت عن دين الإسلام الخوارج مثلا أتوا إلى نصوص في القرآن و السنة نزلت في كفار مثلا أو مشركين فذهبوا ينزلونها على المسلمين فظلوا ظلالا مبينة فسفكوا الدماء و انتهكوا الأعراض و يعني عبثوا بالأموال ولذلك القرآن كلام الله عز وجل هو قواعد عامة هو قواعد هو دستور ولذلك البيان موكل إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة و السلام قال الله جل وعلا و أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم و لأجل هذا التعامل خاصة مع هذه النصوص يحتاج حقيقة إلى فقه و يحتاج إلى علم و يحتاج إلى استقراء أن يكون عند الإنسان استقراء لنصوص القرآن المسألة الأخرى ما نزل بشأن المشركين في عهد النبي عليه الصلاة و السلام ينسحب على غيرهم إلى يوم القيامة فالشرك واحد و إن تعددت و تلونت صوره و أشكاله هو الشرك أن تجعل لله ندا و هو خلقه سواء عبدت بشرا أو حجرا أو ذاتا أو أي شيء هذا هو الشرك فيتنوع و يتجدد أو عبدت قبرا من دون الله مثلا صرفت العبادة لمقبور مثلا هذا هو الشرك و لذلك النصوص التي وردت في عهد النبي عليه الصلاة و السلام تعم جميع المشركين إلى يوم القيام قضية الآن الإنسان مثلا يأتي إلى نصوص في القرآن و ردت في المشركين فينزلها مثلا على واقع تنزيل صحيح يعني و ما المانع يعني شخص كان في عهد النبي عليه الصلاة و السلام يعبد اللات و العزة و شخص في زمان بعد زمان النبي عليه الصلاة و السلام اتخذ شجرة و عبدها من دون الله هذا مثل هذا هذا دعا اللات و هذا دعا شجرة هذا دعا العزة و هذا دعا مقبور يعتقد بأنه يعني ينفع و يضر من دون الله أو أنه يطفي الحريق و ينجي الغريق و يتصرف في معالم الكون و لذلك نذر له و سجد له و طاف حول قبره ما الفرق الشرك واحد ف لذلك تنزيل يبقى قضية التنزيل على الذات على العين هذه تحتاج إلى يعني ما يعني الإنسان يأتي فمثلا مثلا يحكم على معين مثلا إلا إذا ثبت لديه بأنه هذا يشرك بالله رب العالمين لكن شخص مثلا يقول هذا من أهل النار الله أعلم بماذا يختم له الله أعلم بماذا يختم له قد يختم له بالجنة يموت على الإسلام كثير من الناس يا علي تشوفهم الآن عمره ستين خمس و ستين و يسلم سبوع سبوعين يموت سبحان الله خمس و ستين كلها في الشرك و يوم يومين أو سبوع سبوعين أنقذه الله عز وجل و أدخله الجنة يعني بمعنى أنه كما جاء في الحديث و إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه و بينها و بينه و بين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها و كذلك العكس يعني و لذلك يعني نحن يا علي غير مكلفين الآن أننا نصوص في القرآن نجي والله جالسين متكئين و مبسوطين نقول هذه على فلان و هذه على علان و هذه على كذا ما طولبنا بها منك ما طولبنا و يقول بعض العلماء أنت غير مكلف أن تتكلم يوميا بكفر فرعون غير مكلف أنت يعني يوميا ما كلفنا الله فرعون كافر فرعون كافر ما كلفنا الله نحن أهم شيء أن نعتني بدين الإسلام و نعتني بالنصوص الشرعية بارك الله فيك علي يسأل عن حكم تارك الصلاة طبعا علي هذه المرة الثالثة يسأل عن مسألة ترك الصلاة و يعني يذكر الخلاف و كلام أهل الله اليوم يقول أنت ما رأيك أنت يقول ما رأيك في مثل حكم تارك الصلاة فصلت في هذا كثير يا أخي الفاضل و بيّنت في هذا و الذي يتتبع يعني أجوبتي يعرف اختياري في هذه المسألة كل من يتتبع أجوبتي يعرف اختياري و ما أدري علي أظن كلم ما عرفت يعني ماذا أختار حينما أقول لا يقضي فما في داعي يعني علي أنك تعيد و تكرر و تبدي في قضية يعني حكم تارك الصلاة أمت الله من عجمان تقول ابنها متزوج و يعني من سبع سنوات تقول يواجه صعوبة في حياتها و عندها يعني تقول ما في مشاكل بينه و بين زوج تتأخر إن جابه شيء من هذا القبيل قالوا لنا ناس بأن احتمال هناك من عمل لهم شيء سحر أو شيء من هذا القبيل أختي أمت الله بارك الله فيك أولا يعني أريد أن أقول لك لك خاصة ابنك ليس الوحيد في هذا العالم اللي يواجه مشاكل يواجه مثلا صعوبات في الحياة تعطل في العمل فشل في كذا تأخر في إنجاب ليس الوحيد في هذا العالم ولا تعتقدي بأن ابنك هو الوحيد هناك أناس يعانون أشد وأقسى مما يعانيه ابنك فاطمئني يا أخت الفاضل أوكل أمرك إلى الله سبحانه وتعالى الأمر الآخر بالنسبة لهذه الدنيا هذه الدنيا دار تعب و دار أمراض و أعراض و دار إشكالات هذه ليست الجنة التي لا نصب فيها و لا تعب و لا حزن و لا هم الدنيا هذه دنية و لذلك الدنيا هذه هي دار الألم و الوجع و الأمراض و الأعراض حتى الإنسان يسر أحيانا فينغص على هذا السرور الآن الإنسان يأتي أولاد و يفرح بهم قرة عينه و فجأة يختطف ابن من أبناء يختطفه الموت و تخترمه المنية فيكدر عليه هذا الصفو إنسان عنده أموال و فجأة يروح المال و يخسر و كذا يتلذذ به إنسان عنده منصب من المناصب مثلا و فجأة يذهب عنه يتقاعد و إلا يمرض و إلا يقال و فلان عنده كذا هكذا هذه الدنيا لقد خلقنا الإنسان في كبد يا أيها الإنسان و إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه الدنيا هذه دار ابتلاء و امتحان و لذلك يقوله جل و علا و لنبلونكم قاعدة عريضة عنوان عريض يجب على كل مسلم يضعه نصب عينه و لنبلونكم و لنبلونكم بشيء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرين و إذا أردت أن تتحقق من هذا و تعلم حقيقة الدنيا و أن لا تسوى عند الله جناح بعوضة شوف الأنبياء إبراهيم يلقى في النار نوح يسخر و يضحك منه و هو نبي الله تسعمائة و خمسين سنة يدعو إلى الله و يمرون يضحك عليه يونس يعاني و يقاسي أيوب يعاني من قومه و يعاني من المرض الذي فيه زكريا يقتل و يحيى يقتل و موسى يطارد و يعاني معاناة شديدة عيسى عليه الصلاة و السلام يقاسي و هكذا جميع الأنبياء يوسف عليه الصلاة و السلام يعني ما الذي تعرض له يعقوب والده و هكذا جميع الأنبياء و هذا يدلنا على أن إذا كان هؤلاء الصفوة و النخبة و المصطفين ما يعني حصلوا السعادة التامة في هذه الدنيا غيرهم من باب أولى أمر آخر أخت الفاضلة ما يتعلق بقضية ما يترتب على هذا من الأجر و الثواب الإنسان يبتلى على قدر دينه و إيمانه و لذلك يقول النبي عليه الصلاة و السلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء و إذا أحب الله عبداً ابتلاه و أحب الله قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا و من صخت فعليه الصخت فبارك الله فيك الأمر الآخر أنا شخصياً أعرف أناس 12 سنة ما أنجبوا و الفحوصات كلها 100% الفحوصات 100% مثل ما يقولون ما حصل لهم أنجب بعد 12 سنة رزقهم الله ولد و شوفي إبراهيم بعد ما صار عمره 120 سنة و زوجة سارة 80 سنة جاءه الولد و زكريا دعا ربه إذ نادى ربه نداء خفية بلغ من الكبر عتية و زوجة عاقر و جاءه الولد رزقه الله الولد أحياناً تأخر الولد هذه نعمة من نعم الله لأن الله تعالى قال و عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم و عسى أن تحبوا شيئاً و هو شر لكم و الله يعلم و أنتم لا تعلمون فأحياناً ربنا جل وعلا يؤخر الانجاب رزق الانجاب للزوجين لحكمه سبحانه وتعالى لحكمه و لو رزق مثلاً في هذا الوقت ربما قاسه و عانه و ربما ندم ندم و هذا يعني لذلك اختيار الله عز وجل للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه فثقي بربك اخت الفاضل و قولي لابنك حاولي قدر المستطاع أن تكوني أنت سبب من أسباب تغذيته بمثل هذا الكلام الذي يقوّل إيمان و تنعشينه في مثل هذه الأشياء اللي ذكرناها لأن الابن إذا شاف أمة محبطة سيحبط أكثر فالمشكلة عنده هو مش عندك أنت و لذلك أنت لا بد أن تكوني محظر يعني خير في قضية توجيه التوجيه الصحيح يبقى قضية الرقية و أذكار الصباح و المساء وين هذه هل ابنك يعني معتاد عليه هو و زوجته يعني عندنا أذكار الصباح أذكار المساء عندنا الرقية الشرعية ما المانع قراءة سورة الفاتحة آية الكرسي القواقل باستمرار يقرؤونها طبعا أذكار الصباح و أذكار المساء و يرقون أنفسهم ما يمنع قد يكون عين قد يكون حسد قد يكون شيء من هذا القبيل الرقية هي التي و لله الحمد تبطل مثل هذه الأشياء طيب أم خليل من عمان بارك الله فيها تقول يعني أنا سمعتك أجبت على الأخت فاطمة من دبي بأن الأموات يتلاقون في البرزخ طيب الآية يوم يفر المرء من أخيه ما توجيهها هذا يوم القيامة يا أم خليل بارك الله فيك يوم يفر المرء من أخيه و أمه و أبيه و صاحبتي و بنيه لكل مرء منهم يومئذ شأنه يغني هذا يوم القيامة و ما سألتني عليه الأخت فيما أذكر هذا في البرزخ هل يتلاقون فأجبت أنا بأن هناك مجموعة من الآثار تصرح للاحتجاج بمجموعها و ترتقي للاحتجاج أن من أهل البرزخ يتلاقون فيما بينهم أم خليل تقول يعني الأذان الآن خمسة و ثلث يمكن للإنسان عفوا خمسة و نص تقول هل يمكن للإنسان أن يشرب الماء قبل الأذان نعم يا أختي أم خليل للصائم طبعا تقصد الذي عنده نية الصيام يشرب الماء و لو بقي على الأذان دقيقة واحد يعني الآن خمسة و تسعة و عشرين دقيقة اشرب الماء لأن الوقت ما دخل بارك الله فيك أم خليل تقول يعني يعزمونا في الأعراس و يكون فيها منكرات و يقولون لا روحي أدل الحق اللي يعني الواجب و شيء يقول هؤلاء يعني يعني يعزموك و يقدروك شوفي يا أختي أم خليل بارك الله فيك بالنسبة لإجابة دعوة العرس واجبة فالراجح من قول أهل العلم و هذا من حق المسلم على أخيه المسلم الأمر الثاني إذا كان في دعوة العرس منكرات لا يجوز للإنسان أن يستجيب لها و لا يجوز له أن يلبي الدعوة إلا إذا كان شخص إذا حضر أزال المنكر أما شخص يقول والله أنا ما عندي قدرة ما يجوز يحضر المنكر و هذا حك الإجماع عليه كثير من أهل العلم المسألة الأخرى هؤلاء الذين يقولون عزموك و هؤلاء عزموك قدريهم ليش ما قدروك إذا قلت لهم والله أنا ما أحضر حفلة فيها منكرات يعني فقط التقدير لهم فقط طيب و هؤلاء المحترمين اللي جايين يفرحون معهم ليش ما قدروا هؤلاء و ليش ما احترموا مشاعرهم يعني عجيب بعض الناس يقول والله هذا المقدرونا ما شاركونا طيب أنتم ليش ما قدرتوا مشاعرهم و ما احترمتوا مشاعرهم ما يبون المنكرات في العرس ما يبون ما يريدون يدينون الله بأن هذا منكر أنا ما أحضر مثلا ليش طيب أنت فقط تريد الذي لك ولا تريد الذي عليك فما يجوز التساهل بمثل هذا الأمر يبقى قضية والله مثلا دعوك أرحام لك إذا ما حضرت ممكن يترتب مفسد أكبر قطيعة رحم و شيء من هذا القبيل لا أحضري وأدي الحق ثم اعتذري إذا حضر المنكر إذا وجد المنكر و ما استطعت تغيري تقول سلام عليكم أنا مشغولة أنا كذا وأديت الحق الواجب وتذهبين مشكلتنا نحن أننا أبدا إذا لبينا دعوة صاحب الدعوة يفعل ما يشاء غير صحيح خير صحيح أغلب الناس ما يريد هالمنكرات و ما يريد هالأشياء اللي موجودة لا بد أن نحتنم مشاعر الضيوف أنت أفضل يعني الأصل صاحب الدعوة يقدر الضيوف ما هو بالعكس فقلي لهم الكلام هذا بارك الله فيك راشد بن أبوظبي يقول أيهم الأفضل بالنسبة للنساء الصلاة في أول الوقت أو في آخر الوقت أخي راشد بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن أفضل العمل قال الصلاة على وقتها حمل كثير من أهل العلم على وقتها يعني على أول وقتها و من أهل العلم من حمله على أنها في الوقت في أوله أوسطه آخره الأفضل أن المرأة تحافظ على الصلاة في أول الوقت إلا صلاة العشاء فإن السنة تأخيرها لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لذلك راشد يريد بيان حقوق الصحبة وهل يأثم الإنسان إذا ترك الحقوق أخي راشد نعم بالنسبة للصحبة لها حقوق فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه و لا يحقره و لا يخذله و المسلم أخو المسلم يهدي له النصيحة و يحذره من مواطن الردى و من طرق الشر هذا من حق المسلم على أخيه المسلم هذه الحقوق العامة و هناك حقوق خاصة بين الأصحاب و لذلك لأهل العلم عناية بهذا الأمر و مصنفات في حق الصحبة و الصاحب فحق الصحبة عظيم حق الصحبة عظيم هي لا تخرج عن حقوق المسلم على أخيه المسلم لكن تزيد بسبب الصحبة التي بينهم و الصداقة التي بينهم تزيد و ذلك من يعني دعوته في الأفراح و زيارته في الأتراح و إهداء النصيح له و تحذير مثلا و أول إذا استشارك فانصح له و غير ذلك من الأشياء إذا الإنسان تعمد ترك الحقوق التي بين الأصحاب لا شك بأنه خان صاحبه قد خان صاحبه راشد يسأل عن ضابط الاستعاذ عند قراءة القرآن يقول أقرأ القرآن ثم يقطع علي إنسان هل إذا عدت مثلا أستعيد أخوي الفاضل بارك الله فيك إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ثم قطع واحد عليه بالسلام سلم عليه و رد عليه ما في حاجة أن يستعيد مرة ثانية لكن إن أغلق المصحف و قام يتوضى و إلا خرج ثم عاد و أراد أن يقرأ من جديد يستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم أم محمد بن السعودية تقول قدام بيتنا بيت شعبي في حوش و فئران مأذين جدا تقول عملت لهم سموا و بعدين قالوا لنا بأن هذه تتعذب وتبقى يوم يومين ما حكم ذلك أم محمد صح عن النبي صلى الله عليه و عليه وسلم أنه قال خمس من الفواسق يقتلن في الحل و الحرم يقتلن في الحل و الحرم و ذكر منها الفأرة فالفأرة في ويسقة تقتل في الحل و الحرم على أي حال تقتل ما عدا الحرق بالنار لا يحرق بالنار إلا رب النار و لا بالماء الحار الذي هو يعني يأخذ حكم الحرق بالنار فقتلها بالسم حتى لو بقيت يوم يومين تعاني لا حرج في ذلك و لله الحمد و محمد تقول أنا أدعو الله بهذا الدعاء اللهم أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق و اجعلني من لدنك سلطان النصير أخت الفاضل هذا الدعاء عظيم بارك الله فيك يعني جاء في كتاب الله عز وجل أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق و للعم تفسير أكثر من وجه من أوجه التفسير في مسألة أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق قيل دخول مكة و الخروج منها و قيل الإسلام و الدخول فيه و قيل يعني أوجه كثيرة ممكن تراجعين بعض كتب التفسير الموجودة لديك مونة من السويد تقول هل يجوز أنا أقول لا حول ولا قوة إلا مائة مرة بنية قضاء الحاجة أختي مونة بارك الله فيك يعني لا بأس للإنسان أن يأتي بمثل هذه الأذكار مثل لا حول ولا قوة إلا بالله هذا من أعظم الأذكار من أعظم الأذكار أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله لكن تقييدها بعدد معين بهذه النية لا يحتاج إلى دليل ما عندنا دليل لكن قولي ما شيئتي لا تقييدينها بعدد عشر عشرين مائة مائتين ثلاثمائة مثلا زين أما قضية عندك حاجة الدعاء عليك بالدعاء ربنا جل وعلا قال أما يجيب المضطرة إذا دعاه أما يجيب المضطرة إذا دعاه وإذا أنت ناوية تقدمين على عمل عليك بصلاة الاستخارة عليك بصلاة الاستخارة صلي ركعتين من دون الفريضة وادعي دعاء الاستخارة أيضا الدعاء في السجود تسألين الله سبحانه وتعالى فقضية أنك تأتي بذكر بعدد معين بنية لا يحتاج إلى الدليل عموما الدعاء عليك بالدعاء يقول الله عز وجل وقال لربكم ادعوني أستجب لكم مونة تقول بأن زوجها كفى اليتيم ولكن هذا اليتيم غير مسلم هل يؤجر على ذلك نعم يا أخت الفاضل المسلم إذا كفى لطفلا وهو من أبوين غير مسلمين يؤجر على ذلك أجرا عظيما وفرصة له أن يعتنق هذا الولد بعدما يبلغ الإسلام فيحصل زوجك الفضيلتين والحسنيين ويحصل على أجر عظيم في كفالة يتيم وفي كفالة يتيم وفي أيضا انتسابه إلى الإسلام مونة تقول بأن زوجها يطلب الناس منه قروض ويعطيهم ولكن لا يريدون ولا يرجعون المال فتقول أنا دخلت مع زوجي في نقاش حاد أن لا تعطي لأن هؤلاء يستغفلونك هؤلاء كذا تقول هل علي إثم في هذا أختمونا بارك الله فيك أولا إذا كان زوجك موسر وغني ويسأله الناس القرض هو يعلم في قرارة نفسه بأن هؤلاء فقراء ومساكين ومحتاجين وأنهم لا يرجعون وفي قرارة نفسه أنهم سامح في هذا لا يجوز لك أن تعترضي على زوجك وزوجك له أجر عظيم والله جل وعلا يدفع عنه من البلاء الشيء العظيم بسبب هذه الصدقة و بسبب هذا القرض و بسبب هذه الروح الطيبة و لذلك اخت الفاضلة ليس لك الحق أن تعترضي على زوجك الأمر الثاني إذا كان زوجك على خلاف ذلك هو يقرض لأجل أن يرجعون له و حالة المادية متوسطة و أنت تشعرين بأن زوجك عنده جرعة حبابة زائدة عن الحد الطبيعي لبعض الناس عنده حبابة و عنده يعني رحمة حقيقة يعني ممكن أنها تزيد إلى فتخرج إلى السذاجة أو تخرج إلى كذا نعم لك الحق الكامل تقولي له يا أبو فلان إحنا عندنا بيت و عيال و عندنا أسرة دخلك بسيط هؤلاء و ناس يظهر بأنهم للأسف الشديد استغلوا طيبتك و دخلوا عليك هذا المدخل فحافظ على أموالك لأن هذا التبذير ما تدري هؤلاء أنت ذكرت بأنهم يأخذون رواتب و الدولة عندكم هناك ما تترك أحد إلا وتعطيه من الضمان أو الشؤون أو المساعدات و دخلوا استغلال فالمؤمن ليس بالخب كما قال عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني و لذلك المسلم كيس و انفطن ما يعني يكون ساذج بحيث أنه يستغل مثل هذا الاستغلال و يدخل عليه كونه والله عاطفي و رحيم و طيب لك الحق الكامل في هذا تقول لي يا أبو فلان اتق الله في المال هؤلاء ختله هؤلاء مثلا واضح عليهم غير محتاجين و واضح بأنهم استغلوا طيبتك و أنت إن شاء الله مأجور لكن قف عند هذا الحد خالد من السعودية الله يعيننا على أسئلة كم باقي طيب ستة أسئلة يسأل خالد يقول هل الزيادة في السنن الرواتب جائزة مثلا و هل الأفضل في البيت أو المسجد خالد الله يرضى عليك و بارك فيك السنن الرواتب 12 ركعة ما يزاد عليها ثنتان قبل الفجر يعني بعد الأذان أربعة قبل الظهر بعد الأذان ثنتان بعد الظهر ثنتان بعد المغرب ثنتان بعد العشاء هذه تسمى السنن الرواتب ورد فيها حديث خاص خاص رتبت على الصلوات الأربع بارك الله فيك عندك النفل المطلق عندك النفل المطلق تصلي ما شئت الضحى قيام اللي صلاة الليل مثنى مثنى تصلي ما بين الظهر و العصر تصلي ما بين المغرب و العشاء يعني هذه سمى النفل المطلق أما الرواتب فلا تتقيد بها بارك الله فيك صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد حتى في المسجد الحرام حتى في المسجد النبوي صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد ولو كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي إلا شخص راح المكة عمره أو حج يعني ساكن في فندق لا الصلاة في المسجد الحرام أفضل في مثل هذه الصورة خالد يسأل يقول بالنسبة لمبطلات أو محظورات الإحرام يقول إذا طيبت الإحرام قبل أن ألبسه هل هذا جائز؟ الجواب لا من السنة أن يطيب المعتمر أو الحاج رأسه و بدنه قبل أن يدخل في النسك يطيب جسمه و رأسه مثلا و لحيته قبل ما ينوي أما لباس الإحرام ما يطيب ولذلك من الغلط ما يصنعه بعض الناس لما يجيب إحرام تروحهم العيال وتبخر له تبخره تجيب بخوره و كذا هذا غلط هذه المحظورات الإحرام أو بعضهم يأتي بالعطر والطيب و يطيب الإحرام قبل ما يلبسه يقول أنا ما أحرم هذا غلط الطيب في البدن يا أخي الفاضل أما لباس الإحرام ما يطيب خالد يسأل ما صحة حديث من قرأ آية الكرسي بن الله له بيتا في الجنة دبر كل صلاة أخي خالد الحديث عند النساء بغير هذا اللفظ من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه و بين دخول الجنة إلا الموت أو ما في معناه من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه و بين الجنة إلا الموت إلا الموت هذا هو اللفظ بارك الله فيك و بالنسبة للدبر ما ورد أنا اللي أحفظ من نعم من قرأ آية الكرسي نعم دبر كل صلاة طبعا الدبر يطلق على وصفين الدبر ما منه من الشيء المتصل بالشيء و قبل السلام و بعد السلام بعد السلام اللي يوضح هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بعده السلام خالد يسأل يقول هل يجوز تخصيص مبلغ صدقة لمجموعة من الأموات الجواب نعم يجوز أن يخصص الإنسان صدقة واحدة لمجموعة من الأموات يشتركون في الأجر و لا ينقص ذلك من أجورهم شيء و الأجر لك أيضا أيها الحي خالد طبعا سأل عن صلاة الظهر يقول بالنسبة للجمعة السنن الراتب يوم الجمعة التي هي لصلاة الظهر يقول مثلا إذا صلى الإنسان الساعة 11 الضحى و بعدين دخل الإمام الساعة 12 كيف يصلي السنن الراتب خالد رضي الله عنك و بارك الله فيك و زادك الله حرصا يوم الجمعة ما في سنن راتب قبلية لأن الجمعة أصل و الظهر بدل الجمعة أصل و الظهر بدل فيوم الجمعة في نفل مطلق و ما في سنة راتبة قبلية السنة الراتبة يوم الجمعة بعد الصلاة إن صليتها في المسجد تصلي أربع ركعات إن صليتها في بيتك تصليها ركعتين بارك الله فيك و لذلك يظهر أشكل عليك كون يعني السنن الراتب تأتي قبلية أيضا يوم الجمعة لا و إنما تصلي الظهر مثلا يجوز لك ساعة 11 و تصلي ما شئت كما جاء في الصحيح و قال و صلى ما شاء و صلى ما شاء ف أما سنن راتب قبلية لا و إنما بعد الجمعة خالد يسأل عن صلاة الوتر يقول إذا نام عنها الإنسان ثم صلىها الضحى إذا قضاها مثلا يعني هل تجزع عن صلاة الضحى أم يأتي بصلاة الضحى لا تجزع عن صلاة الضحى فمن صلى سنة في وقت الضحى بمعنى أتى بجنس صلاة في وقت الضحى فقد نال أجر الضحى سواء قضى الوتر من الليل أو أتى بسنة مثلا فاتته من السنة الرواتب صلىها تكفي هذه و لله الحمد و المنه أمت الله من الجزائر تقول واحد من عائلتهم يعني في رمضان صار عندها نصاب ثم بعد ذلك طلع فنقص تقول بعد ذلك حتى إذا جاء شهر صفر وصل النصاب من متى يحسب من رمضان و إلا من صفر لا من صفر ما دام أنه في رمضان بلغ النصاب لكن ما حال عليه الحول ثم نقص عن النصاب ثم وصل النصاب في صفر و بقي و لم ينقص مدة 12 شهر يكون الحول في صفر بارك الله فيك أمت الله تقول أنا صرف لي دواء للأظافر تقول يشبه طلاء الزين هذا و قالت لها الطبيبة بأن هذا يعني يدخله الماء يدخله الماء تقول ما حكم استعمال مثل هذا الدواء على الأظافر الجواب يجوز يجوز استعمالك ما دام أن الطبيبة أخبرتك بأن هذا لا يشكل طبقة و أن الماء يتسرب و يدخل في هذا الدواء أمت الله تسأل عن السبحة تقول هل هي بدعة الجواب لا الجواب لا لكن التسبيح بالأصابع و بالأنامل أفضل وأولى سارة من ليبيا تقول بأنها سألتني عن صلاة الفجر و تبين بأن كانت تصليها قبل الوقت و أن أثناء الصلاة يؤذن عليها تقول ماذا أفعل بهذه الصلوات الماضية تقضينها يا أخت الفاضل أنك ما صليت الفجر أي إنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل دخول وقت صلاة الفجر ما صلى الفجر أي إنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل أذان الظهر ما صلى الظهر لا بد أن يكون بعد دخول الوقت أمت الله من ألمانيا تقول بأنها يعني هي حقيقة أمت الله و الله سؤالها أحزنني هي تمسح على قدميها و لا تغسل قدميها مثل ما سمعتم و سبب ذلك الفهم الخاطئ لقول الله عز وجل و أمسحوا برؤوسكم و أرجو لكم فذهبت تمسح الرجلين لأن الآية أو لفظة الرجلين أتت بعد المسح و هذا غلط أخت الفاضلة بارك الله فيك هذا فهم للقرآن مغلوط النبي عليه الصلاة و السلام هو المبين عن الله جل وعلا و لذلك قال الله جل وعلا و أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم و النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي خذوا عني مناسككم فكيف تتوضئن بمثل هذه الطريقة و يعني ما شفت والدتك قديما و والدك و إخوانك و خواتك و أولادك كيف يتوضعون أنت مرتكبة لخطأ تحتاجين أن تستغفر الله و أن تتوب إلى الله لأن أي عبادة واجب على الإنسان فتقدم العلم عليها واجب و لذلك في قول الله عز و جل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين صحيح جاءت قراءة و أرجلكم على الخفض حملها العلماء إذا كانت القدمين مغطاتين أما إذا كانت مكشوفتين و أرجلكم يعود إلى الغسل يعود إلى الغسل و النبي عليه الصلاة و السلام ما مسح على قدميه و هما مكشوفتين و إنما كان يغسلهما صلى الله عليه و آله و سلم أما إذا كانت مغطاتين بالخفين مسح عليهما بعد أن يدخلهما على طهارة صلى الله عليه و سلم عموما اخت الفاضلة من الآن تتقيدين بغسر القدمين و أنت إذا كنت تعتقدين بأنك الآن فهمت فهم مغلوط و ليس عندك من يعلمك و ليس عندك من انتبه إليك فأرجو الله أن يغفر لك أكثر من صلاة النافلة أكثر من الاستغفار أكثر من الصدقة يعني أكثر من الخير بجميع طرقه بارك الله فيك آمت الله من ألمانيا طيب بس نجيبها تقول أستغفر الله بعد كل الصلاة هل السنن أستغفر الله بعدها أيضا الجواب لا إنما الاستغفار بعد الفرائض تستغفرين الله ثلاثا أما السنن فليس بعد استغفار مقيد ولا ذكر مقيد و لكن إذا انتهيت من السنة و حبيت أنك تستغفرين و تذكرين ما أحد يمنعكي لكن بشرط أن لا تعتقدي أن هذا من سنن النوافل بارك الله فيك انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج و لله الحمد على البدء و التمام ألتقيكم غدا في حلقة أجيب فيها على أسئلتكم المرسلة إلي عبر خدمة واتس أب و كذلك يوم السبت ألتقيكم مباشر يوم الأحد أن يسر الله و وفق و أعان السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا البرنامج متوفر عبر طبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية موسيقى